الاعتذار دي ثقافة مرتبطة كمان بالدول يعني فيه دول تلاقي عندهم كلمة ساري أنا آسف دي في لسنهم على طول عفوا وفيه ناس لا لو على جسدتها ما تقولش أنا آسف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه فيه خاصة يعني حذر منها الإسلام وحذر منها القرآن الكريم ومن السؤولنا النبوية خاصة في منتها الخطورة وهذه الخاصة قد تكون مانعة بين الإنسان وبين أن يدخل الجنة يا سياتر وهذه الخاصة هي الكبر ومعصية الكبر هذه هي أول معصية عصي الله بها حيث تكبر إبليس عن أن يسجد لسيدنا آدم نعم على نبينا وعليه الصلاة والسلام على أهم الصلاة والسلام فالحاصل أن الكبر هذا لما حبينا نعرف ما هو الكبر فلقينا تعريف ورط في الحديث الشريف يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس غمط الناس احتقارهم خلاص عرفناه لكن ليس هذا فقط هو الكبر بل الكبر بطر الحق يعني بطر الحق يعني معرفة الحق ثم إنكاره واحد غلط وتكبر أن يعترفها بالخطأ فلما متكبر واحد غلط فلما ووجه بخطأه استعمل حيلة من الحيل الدفاعية اللي بتقوم بها النفس وهي حيلة التبرير ده كده قوي ولا ضعيف يا مولانا؟ ده كده في منتهى الضعف فيها تشوفها قوة قوة في الباطل لكنها ليست قوة في الحق قوة في الثلاث وراءات إن أنا إزاي في حاجة اسمها المغلطات المنطقية المغلطات المنطقية دي يعني أنا بتناقش مع حد أو حد بيتكلم معايا فبسوق النقاش بسياق معين يخلين ما يعرفش يرد عليه أو يخلين أنا منتصر أنا عارف قررت نفسي إن أنا بغلطه وهو عارف إنه هو مغالط بس هم مش عارف يعيد ترتيب الكلام بشكل يبين فيه خطأي من صوابه فبيتغلب في الظاهر نعم فالمغلطات المنطقية دي كتير قوي يتألف فيها حتى كنت بيان نعم فمن الحيل الدفاعية أيضا حيلة التبرير التبرير في حد ذاته مش غلط التبرير صح لما أنا أكون ببرر الخطأ بإن أنا أو ما فهم عني خطأا بإن أنا ببين وجه الصواب فيه أنا قلت كلمة أصدت بها معنى معين حد فهم منها معنى معين فبقولوا لا والله أنا ما أصدتش ده أنا أصدت كيت وكيت وكيت حد شاف ترتيب ظروف معينة فهم منها ده حاجة معينة فبقولوا لا والله اللي حصل ده ما فيهوش ما يسيء إليك ما فيهوش ما ينتقس منك الترتيب ده يقصد به كذا وكذا فده تبرير إيجابي لكن التبرير السلبي بقى اللي هو بيخلي الإنسان الظلم أو الإنسان اللي يتنرفز أكتر ويزداد عنادا أكتر والغلط يزيد أن أنت بتحاول أن أنت تلبس الباطل لبوس الحق في لس تقلب التربيزة أو اللي؟ تقلب التربيزة تطلعك أنت الغلطان وهي اللي بتبقى الغلطان فيهوش بتعمل كده من ضمن المغلطات فده من نوع من أنواع الكبر ترجمة نانسي قنقر